قامت جلالة الملك هارانيا العبدالله بزيارة إلى مركز سيدة السلام في عمان واطلعت على الخدمات التي يقدمها لذوي الاحتياجات الخاصة وكان في استقبال جلالتها سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن ومدير المركز الأب الدكتور شوقي بطريان والمدير التنفيذي سهم مدنات والتقت جلالتها خلال الزيارة عددا من المتطوعين واللاجئين العاملين في سيدة السلام واستمعت منهم إلى عرض حول إنجازات المركز ومجمل الخدمات التي يقدمها كما التقت جلالتها عددا من أطفال المتحقين بالمركز وأمهاتهم